شكرا لكم الناس الكل رجعنا لكم سوفيان بنحميدة الضيفنا وليد جلاد النائب عن تحية تونس مرحبا بيك اهلا وسهلا وشكرا عن الاستضافة غيبة كبيرة سي وليد لا مش كبيرة برشة مع لكم في نمو وما كانش فاما برشة حديث او استنكار ولا تركيز على عمل تحية تونس الحكومي والنيابي على خطر مبدئيا العركة السياسية كانت بين حركة النهضة وحركة الشعب وكانت واضحة من خلال التصريحات والاتهامات المتبادلة الى ان جاء التصويت على اللائحة الاخيرة اللي تقدم بها الدستوري الحر وفجأة رجعنا نسمعه على تحية تونس نسمعه عليه من عند حركة النهضة نسمعه عليه كمكون اساسي في الحكومة ومن غير طبيعي يقول رشد الغنوشي انه تحية والشعب يصوتوا ضد النهضة ومن الطبيعي قلب تونس يصوت مع اللائحة ويتلبوا كونه توسيع الحزام الحكومي هذا اسكيزوفرانيا سياسية وملينا من الخزع بالات هذا ومن العبث هذا الحقيقة نجي اولا نحب نذكر التونسة اللي حركة النهضة هي طلبة فصل المسار النيابي على المسار الحكومي في تكوين الحكومة وفي انتخاب رئاسات ثلاثة في البرلمان برغب يفسروها ذي كل يوم تقولوها سوفيان وذي فالفصل المسار معناها خدمة الحكومة على روحها وخدمة البرلمان على روحها هذا هو شمعانتها الفصل الفصل المسارين هذا هو معناها الكلام الحكومي في البرلمان غير مطالب بان يكون متضام وحركة النهضة مشات عاملة ائتلاف برلماني وحدها هي وقلب تونس واتلاف الكرام هذو ما اللي يساووا طولها في رئاسة البرلمان منذ تصويت قلب تونس وائتلاف الكرامة لفائدة رجل غنوشي لرئاسة البرلمان وحنا قاعدين نلاحظوا في البرلمان وجود ائتلاف برلماني واضح للعيان كونه تحالف كبير بين قلب تونس وحركة النهضة في داخل البرلمان فما توزيع الدوار خاصة بين ائتلاف الكرامة اللي هو ادات عند حركة النهضة هذا ما يخفيه حتى حد الموقف اللي يتنجمش تقولهم حركة النهضة يقولهم ائتلاف الكرام هذا خميس هذا بلوغة بلوغة الشعب خميسة عند حركة النهضة وهذا منجم يخفيه حتى حد ممكن في درجة ثانية بدرجة اقل قلب تونس هذا ائتلاف برلماني واضح منذ انتخاب رجل غنوشي رئيس البرلمان احنا في تحية تونس ما كناش مع التصويت لراجل غنوشي رئيس البرلمان وهنا قاعدين نشوفه فين تايجه اليوم وقاعدين نأكد وقاعد يتأكد يوم بعد يوم موقفنا كتحية تونس بعدما تصويت الراجل الغنوشي كشخصية مستفزة عند البعض وعندها قدستها عند جماعته عنده رمزيته الى حد القداسة عند جماعة ليؤمنوا به وليد حركة النهضة ما تعيبه على تحية تونس